مناورة ترشيح شخصيات لتولي رئاسة الوزراء في العراق لم تفضي إلى توقف عجلة الحوارات عند محطة الاختيار النهائي في قصر السلام مقر رئاسة الجمهورية أسهم قبول المرشحين الكثر الذين طرحت أسماؤهم لم ترتفع لدى الشارع ومن يعاضده حتى الآن رغم نوايا المضي من قبل تحالف البناء في بعض الأحيان نحو طريق التوافق غير مقبول عبارة باتت تتربع على صور المرشحين في ساحة التحرير والساحات الأخرى بعيد طرح أي اسم من قبل الأفريقاء حتى باتت التوقعات تستبق نتائج الحوارات وخياراتها في الترشيح الشارع يقول إنه لا يتنزل عن شروطه حول مواصفات رئيس الوزراء المقبل أعتقد حان الوقت بسبب الضغط الجماهيري وتصلب الشارع العراقي والغاليان الشارع العراقي على اختيار رئيس وزراء مقبول من الشارع العراقي والمتظاهرين السلمين حتى نعبر من هذه المرحلة وانهاء هذه الأزمة القوية ومع غياب الشخصيات المستقلة عن قوائم المرشحين المختلف عليهم فإن المشهد السياسي العراقي لا يزال داخل نطاق السجال المحتدم بالرغم من خطورة المرحلة وتبعتها إدارة المرحلة المؤقتة في العراق تفرض توافقا سياسيا لدعم رئيس الوزراء الجديد لحين يجراء الانتخابات المبكرة التي يرى فيها المراقبون نقطة التحول السياسي الذي ينشده العراقيون محمد الفهد بغداد الميادين ترجمة نانسي قنقر